أهلا بكم مشاهدين إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة نبدأها بالعنوي من المواقع المحلية الحوثيون يحتجزون شحنات أدوية في جمار كئب تابعة لمرضى الغسيل الكلوي في الصحافة الفرنسية غضب وخوف في صنعاء بعد تعليق جزئيا لمساعدات بردمج الغذاء العنمي ومن الأخبار المنوعة دونالد ترامب رئيس إلى الأبد أهلا بكم حاصرتهم في البحر بألغامها وفي البر حرمتهم من العيش الكريم ويعد الصيادون من أكثر الفئات التي استهدفتها ميليشيا الحوثي وآخر الضحايا وفقا لموقع الصحوانت الحديدة ميليشيا الحوثي تعدم مواطنا على مشارف حيس قال الموقع أن عناصر تابعة لميليشيا الحوثي أقدمت على قتل المواطن داود يحيى السعيدي من أبناء قرية السعادية مديرية بيت الفقه بمحافظة الحديدة ووفقا للموقع تمت عملية القتل أثناء مروره بسيارة لنقل الأسماك في النقطة الأمنية التابعة للميليشيا في مثلث سقم على مشارف مدينة حيس جنوبية الحديدة قال شهود عيان أن المواطن داود السعيدي توقف بسيارته ونزل منها عندما طلبت منه عناصر الميليشيات ذلك لكن أحد أفراد النقطة الحوثية باشره بإطلاق النار عليه من مسافة صفر وتركوه ينزف حتى الموت إن لم تخرج لمواجهاتهم فسوف يأتون إليك ويعتقلونك من منزلك هذا جزء من سيرة ميليشيا الحوثي ووفقا لموقع الموقع بوست الحوثيون يقتحمون منازل في قعطبة ويختطفون مواطنين قال الموقع أن مسلحي جماعة الحوثي اقتحموا منازل المواطنين في منطقة سليم غرب قعطبة التابعة لمحافظة الضالع واختطفوا عددا منهم قالت مصادر محلية للموقع بوست إن مسلحي الحوثي قاموا بالتهجم على بعض الأسر وهددوا بتفجير منازل مواطنين آخرين منها منزل صلاح الجنيد وحصل الموقع بوست على أسماء عدد من المواطنين ممن قام مسلحو الحوثي باختطافهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة وهم قاسم أحمد الأصهب عرفات قاسم الأصهب علي محمد أحمد وفي السياق ذاته منع مسلحو الحوثي المواطنين من المرور باتجاه مدينة قعطبة لليوم الثاني على التوالي كما أقدموا على تفجير جسر في الخط العام بمنطقة القراعية غرب مديرية قعطبة والذي يربط بين محافظتي الضالع وإب منذ القدم كان للضيف في اليمن مقام لا يمكن تجاوزه لكن لزمن الميليشيا تعريفه الخاص وكثير من ضيوف اليمن وجدوا أنفسهم فجأة في سجون الحوثيين وعنون موقع يمن مونتر الإفراج عن أردني احتجزه الحوثيون منذ أكثر من عام حيث أعلنت الخارجية الأردنية عودة أحد مواطنيها احتجزت جماعة الحوثي المسلحة في اليمن العام الماضي وقلت الوزارة في بيان لها أن المواطن الأردني كان محتجزا من قبل جماعة الحوثي في اليمن منذ 12 فبراير 2018 دون الإفصاح عن أسباب الاحتجاز وأوضحت أن المواطن الذي لم تذكر اسمه قد وصل إلى مطار الملكة علياء الدولي بعد أن اكتملت إجراءات نقله من اليمن إلى الأردن ونقلت الخارجية عن متحدثها سوفيان القضاة قوله أنه بتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة الأردنية فقد أثمرت هذه الجهود في الإفراج عن المواطن وتأمين عودته إلى المملكة وأضاف القضاة أنه تم إصدار وثيقة سفرين اضطرارية للمواطن ليتمكن من العودة وقد وصل إلى المملكة وهو بصحة جيدة ظاهرتان فارقتان تحت هذا العنوان كتب عريب الرنتاوي مقاله المنشور في صحيفة الدستور مضيفا في أجزاء من المقال بخلاف الوجود الدولي في المنطقة الذي طالما اعتمد على القوة المباشرة أو التحالف مع أنظمة وحكومات وجنرالات وسلالات مدعومة من القوى الاستعمارية القديمة والجديدة فإن نفوذ الدول الإقليمية بات يعتمد بشكل خاص على لاعبين لا دولاتيين يرتبطون بالمراكز الإقليمية وعواصمها ويقومون بالأدوار نيابة عنها بما فيها الانخراط في حروب الوكالة كما في مختلف الأزمات العربية من دون أن يعني ذلك تنزيها المراكز الدولية عن التورط في لعبة حروب الوكالة وميليشياتها القذرة تظهر الأزمة الأخيرة بين إيران والولايات المتحدة وقبلها التوترات المتلاحقة بين تركيا والولايات المتحدة وتركيا وروسيا الاتحادية أن ثمت حدودا متواضعة للمراكز الدولية في تقرير مصائر المنطقة ومستقبلاتها وأن المراكز الإقليمية الناشئة لم تعد تأتمر بأوامر قطبي الحرب الباردة أو ترتضي بأقل من علاقة ندية مع المراكز الدولية وتظهر الأزمة في الخليج ومن قبلها في شمال سوريا وكذا في اليمن وليبيا أن اللاعبين اللادولاتيين باتوا أكثر قوة وتأثيرا من دولهم في اليمن الحذي أقوى من الشرعية في لبنان حزب الله أقوى من الدولة والجيش اللبنانيين في ليبيا الميليشيات أقوى من الحكومة الشرعية وتكاد تبتلعها في فلسطين لا أحد يجادل بأن حماس والجهاد أقوى بأضعاف المرات من السلطة الحرب السورية كانت مسرحا لأدوار متعظمة للميليشيات من شتى المذاهب والولاءات فاقت في كثير من الجبهات دور الجيش السوري وفي العراق بات الحشد الشعبي ندا ومنافسا للجيش والقوى الأمنية الأخرى إن لم نقل أكثر منها عددا وعدة وتجهيزا وجاهزية الزمن الذي كانت فيه القوى الدولية العظمى تسقط عروشا وتزرع حكاما وتقرر مصائر وترسم مسارات انتهى والزمن الذي كانت فيه الدولة هي اللاعب المنفرد والمحتكر الوحيد للسلاح والإعلام والشرعية انتهى في كثير من دولنا على الأقل ولهذا كله تبدو صراعات أزمتنا الرهنة أشدت عقيدا وصعوبة من صراعاتنا القديمة وحلولها أبعد منالا وأقل احتمالا بينما تتعلق أنظار مرضى الفشر الكلوي في إب نحو الخارج في انتظار أن تصل علاجاتهم فإنهم ينسون أن هناك من يحرمهم من الحصول على الدواء ووفقا لموقع المصدر أونلاين الحنثيون يحتجزون شحنات أدوية تابعة للغسيل الكلوي في جمارك إب قال الموقع أنه للأسبوع الثاني تواصل السلطات جماعة الحوث في إب احتجز شحنة أدوية مخصصة لمرضى الفشر الكلوي بالمحافظة قالت مصادر طبية أن جمارك ميليشيا الحوثي في المنفذ الشرقي لمدينة إب في منطقة ميتم احتجزت عددا من الشحنات المحملة بالأدوية خاصة بمرضى الفشر الكلوي رغم وجود تصريح رسميا بتسهيلات مرور الشحنة وقالت المصادر بأن الشحنة تقل مئات المواد الطبية لمرضى الفشر الكلوي والمقدمة من البرنامج الوطني للإمداد الدوائي في الوقت الذي تطالب فيه ميليشيا الحوثي بمبالغ مالية مقابل السماح بدخولها في الشأن الاقتصادي عنوين موقع المشاهد نت الاقتصادية تقرر وقف استيراد النفط من موانئ ثلاث دول عربية قال الموقع أن اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليمنية في عدن أعلنت وقف استيراد المشتقات النفطية من موانئ سلطنة عمان والعراق وميناء الحمرية بدولة الإمارات العربية المتحينة قال بيان صادر عن اللجنة حصل المشاهد على نسخة منه أن اللجنة أصدرت تعميما بشأن الموانئ غير المقبول الشحن منها أو الشحن منها وأنه تقرر إيقاف منح وثيقة الموافقة على استيراد وشحن المشتقات النفطية إلى الموانئ اليمنية لأي ناقلة تم شحنها من موانئ سلطنة عمان والعراق إضافة إلى بناء الشرق في الإمارات وأشار البيان إلى أن ذلك جاء بناء على الإجراءات والضوابط والشروط التي تصت عليها الألية التنفيذية لضبط وتنظيم حركة المشتقات النفطية لتحسين نتائج تطبيق الألية وللحد من التلاعب في المواصفات والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن وفي وقت سابق اتهمت اللجنة الاقتصادية وهي الجهة الحكومية التي تقوم بقبول أو منع دخول سفن المشتقات النفطية إلى البلاد سلطات الحوثيين في صنعاء بتزوير وثائق استيراد مشتقات النفطية عبر موانئ خليجية وعربية وبصورة غير رسمية يبدأ موقع قناة بلقيس نشر سلسلة من رسومات الكاريكاتير للفنان والرسام رشاد السامعي وهو ما يمثل إضافة نوعية لموقع القناة ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي وفق توصيف الموقع الذي عنوان الفنان التشكيلي رشاد السامعي يرسم لموقع قناة بلقيس يقول الموقع يعتبر الفنان السامعي من أبرز رسامي الكاريكاتير في اليمن هو المعروف برسوماته السياسية الساخرة واللاذعة وهو عضو في نقابتي الصحفيين اليمنيين والفنانين التشكيليين وأضف موقع بلقيس سبق للسامعي العمل في عدد من الصحف والمواقع المحلية والعربية كما عمل مدير تحرير لمجلة المثقف الصغير وحاز على جوائز عدة محلية وإقليمية علمانيون ضد الديمقراطية ديمقراطيون ضد العلمانية تحت هذا العنوان كتب حازم صاغية مقاله في صحيفة الشرق الأوسط من بين محن كثيرة يعيشها المشرق العربي ثم تمحنة لا تحظى بما تستحقه من اهتمام بل لا تحظى بما تستحقه من خوف المقصود ذاك الانفصال بين أقلية تصف نفسها بأنها علمانية وأكثرية تصف نفسها بأنها ديمقراطية أقليو العلمانية يعاملونها كما لو كانت تحولا يحصل في الوعي والأفكار بمعزل عن السياسة والحرية وطبيعة السلطة والخريطة الاقتصادية المشكلة الأخرى أن هذه التبشيرية الطفيدية لم تردع معظم أصحابها عن دعم نظام استبدادي كالنظام السوري في المقابل هناك أكثرية تقول إنها ديمقراطية لكنها لم تكترث مرة بالتطوير وعي وسلوك ديمقراطيين يتعديان الانتخابات أي تسلم الأكثرية العددية السلطة تبعا لكونها أكثرية بطبيعة الحال فإن أكثريي ديمقراطية هؤلاء ليسوا إخوانا مسلمين ولا من إرهابيي النصرة وداعش إلا أنهم لا يبذلون الجهد اللازم لفصل أنفسهم عن أحزاب وتنظيمات تزعم النطق باسمهم وعن إرهاب وظلامية يطرحان نفسيهما بديلا أوحدا عن تقدمية العلمانيين هذا الصمت عن التصنيف الظالم يصعب عزله عن ضعف الاكتراث بالآخر المسمى شريكا في الوطن المطاف ينتهي بنا بالتالي إلى علماني يحتمي من شعبه بالأوتوقراطية وديمقراطيا يظن أنه يحمي شعبه بالثيوقراطية أولهما لأنه لا يزن شيئا في حسابات السلطة تستغرقه نرجسيات افتتان بالذات وعداء نخبوي للكثرة ثانيهما تتعظم لديه نزعة التدمير والكراهية للحياة الدنيا وما فيها من اختلاط وتمدين ومثاقفة واليوم ليس من المبالغة القول إن الخط الذي يمتد من قصف السوريين بأدوات الموت الكثيرة إلى معاملتهم العنصرية في لبنان إنما يبدد كنزين ثمينين على أيدي من استحوذوا عليهما كنز العلمانية وكنز حقوق الأقليات ومساواتها أما التبديد الآخر الذي يضرب الديمقراطية فمصدره ترك الإسلاميين يصادرون الإسلام ويضعونه في مقابل كل ما هو مضيء وواعد في هذا العالم في جولتنا اليومية بين صحف الفرنسية نطالع من صحيفة لكروا الفرنسية غضب وخوف في صنعاء بعد تعليق جزئي لمساعدات البرنامج قالت الصحيفة أنه في صنعاء عاصمة اليمن الخاضعة للمتمردين الحوثيين أخاف إعلان برنامج الأغذية العالمي بتعليق مساعداته إلى السكان الأفقر الذين عانوا من قبل وأصبحوا مهددين بالمجاعة وكانت منظمة الأمم المتحدة قد أعلن تعليق المساعدات للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وقال برنامج الأغذية العالمي أن برامج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية والنساء الحوامل والأبهات المرضعات ستستمر بالعمل يخشى محمد عمر الذي فر من مدينة الحديدة الساحلية المحاصرة إلى صنعاء أنه لن يتمكن من إطعام أطفاله الخمسة وقال ما حصلنا عليه من البرنامج هو كل ما أملكه لإطعامهم ومع ذلك فإنه لا يكفي يضيف زيدي عبد الرحمن أحد وسكان صنعاء سيؤثر تعليق المساعدات الدولية على الجميع ليس فقط على قرية أو مديرية أو مدينة ولكن على البلد بأكمله تقول الأمم المتحدة أن حوالي 24 مليون يمني أي أكثر من ثلثي السكان يعتمدون بطريقة أو بأخرى على المساعدات الإنسانية الدولية لبقائهم على قيد الحياة وقال البرنامج إن القرار اتخذ كحل أخير بعد مفاوضات مطولة بشأن اتفاق لإدخال ضوابط لمنع تحويل مسار الأغذية بعيدا عن الفئات الأشد احتياجا يؤكد ناصر أربعين عام وهو أب لستة أطفال بأنه شاهد تحويل مسار المساعدات الأمم المتحدة وبعض المنتجات متاحة للبيع في محلات السوبر ماركت تضيف الصحيفة لقد اتهم برنامج الأغذية العالمي مرارا وتكرارا بعض قادة الحوثي بأنهم يشكلون عوائق ولا يتعاونون من خلال إغلاق نقاط الرصول أو وضع عقبات في طريق عمليات التوزيع يمتلك اليمن من الرقصات الشعبية تراثا زاخرا يتجاوز أربعمائة رقصة لكل منها إيقاعاتها وحركاتها وأزياؤها ومناسباتها لكنها حتى اليوم لم توثق توثيقا شاملا ودقيقا ولم تلقى اهتماما موازيا لقيمتها وأهميتها وتعنوين صحيفة القدس العربي الرقصات الشعبية اليمنية ومعاناة الحرب تراثا زاخرا يندثر تقول الصحيفة بقيت البلاد تفتقر لفرقة وطنية موسيقية أكاديمية تعزف على النوتة الأمر الذي ضاعف من مهام العاملين على الفنون الشعبية حتى جاءت الحرب المستعرة هناك منذ أكثر من أربعة أعوام فضاعفت من معاناة الإنسان اليمني بما فيها علاقته بفنونه وتراثه وتراثه عموما وفي المقدمة من ذلك تراث الرقص الشعبي فتوقف معظم الأعمال الحكومية المتعلقة بالفنون الشعبية بما فيها توقف نشاط الراقصين والفرقة الرسمية الراقصة يقول الفنان علي المحمدي مدير عام الفنون الشعبية في وزارة الثقافة بصنع رئيس الفرقة الوطنية للراقص الشعبي أن الراقص يشبه الرياضي إذ له عمر فني محدد وفي حال توقف نشاطه فقد لياقته وفي حال فقد لياقته فهو يفقد مهارته كراقص فما بالك أن أنشطتنا توقفت تماما منذ بدء الحرب يضيف المحمدي لدينا فرقة متواضعة لكن لا يوجد لدينا نشاط لسنة الخامسة على التوالي منذ بدء الحرب يضيف المحمدي وعلى الرغم من ذلك ألتقي بالراقصين وأحاول أن أوضح لهم أن للراقص سنا محددا وعليه أن يعطي وقتا أسبوعيا للاياقته وإلا سيخسر مهارته ولكن دون جدوى وها نحن دون أي نشاط بين الحرب والسلام نحن وإيران تحت هذا العنوان كتب أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت شفيق الغبرة مقاله المنشور في صحيفة القدس مضيفا من يريد الحرب سيجدها ومن يريد السلم سيجده وهذه هي حال منطقتنا التي تعيش هذه الأيام في مكان هو بين الحرب والسلم فبعد فرض عقوبات أمريكية وبعد أن دخلت العقوبات الخاصة بالنفط حيث تنفيذ هذا الشهر يتوقع صانع القرار الأمريكي أن تقبل إيران بشروط الأمريكية حول اتفاق نووي جديد وبطبيعة الحال لدى إسرائيل كل المصلحة بإشعال الإيران بينما تعتقد بعض الدول العربية بأن ضربة لإيران ستضعفها إن لم تسهم بسقوط نظامها كما حصل مع النظام العراقي في ظل أجوان كهذه حذرت إيران نفسها للحرب وهي لن تقبل بهذا النمط من الحصار الحصار بشكله الراهن في حال استمراره ولم يتم تخفيفه سيؤدي لحرب كبرى في منطقة الخليج وما الضربات الموجهة للناقلات إلا تعبير عن سخونة اللحظة العقوبات على إيران عمل متهور لكن ذلك لا يعني أن إيران محقة في سياساتها فسياساتها في سوريا ساهمت في دعم نظام ديكتاتوري وتدخلاتها في الإقليم العربي معروفة لكن مواجهة السياسات الإيرانية من خلال الحرب أو الضربات العسكرية والعقوبات والعزل سينتج عنه توحيد الشارع الإيراني خلف قيادته كما وأنه يدفع إيران لتوتير الأجواء لمدى يصعب تقديره والتعامل معه موقع شبكة البي بي سي عنوان رئيس أركان الجيش الأثيوبية تعرض لإطلاق نار إثرى محاولة انقلاب في أمهر رئيس الوزراء الأثيوبية بأحمد قال إن قائد الجيش أصيب في إطلاق نار إثرى اضطرابات بمنطقة أمهر شمالية البلاد وظهر رئيس الوزراء على شاشة التلفزيون بزيل عسكري وقال إن عددا من المسؤولين لقوا حتفهم في هجوم على بحر دار عاصمة منطقة أمهر الحكومة تحدثت في وقت سابق عن وقوع محاولة انقلاب في المنطقة فيما قال مقيمون في بحر دار أنهم سمعوا أصوات إطلاق نار وقال آبي أن قائد أركان الجيش سياري ميكونين كان ضحية هجوم نفذه مرتزقة دون أن يذكر تفاصيل أخرى وأضاف أن مسؤولين آخرين في أمهر كانوا في اجتماع عندما أطلق عليهم زملائهم النار وكان المتحدث باسم أهبي قال في وقت سابق أن مدبري محاولة الانقلاب كانوا يريدون تنحية رئيس الحكومة المحلية في أمهر أمباتشيو ميكونون موكينين مضيفا أن قوات الجيش تصدت لهم ونقلت وكالة رويترز عن أحد الأسادثة في بحر دار قوله أن إطلاق النار استمر أربع ساعات وأضف في البداية ظننته أنه حادث اعتيادي ثم سمعنا صوت الأسلحة الثقيلة نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر كما يقول موقع الشرق الأوسط فيديو بقصد المزاح يثير احتمال بقائه في رئاسة الولايات المتحدة لوقت أطول من ولاية ثانية تضيف الصحيفة يبدأ الفيديو بلافتة كتب عليها ترامب 2028 ثم ترامب 2032 وصولا إلى ترامب 2048 وحينما تتركز الصورة على ترامب يتسارع عداد السنوات بشكل كبير وخلفه صورة الرئيس وعلى وجهه نظرة شخص غارق بالتفكير إلى أن تتوالى القرون والألفيات ويتوقف عداد الوقت على عبارة ترامب إلى الأبد الدستور الأمريكي لا يسمح بانتخاب رئيس لأكثر من ولايتين مدة كل منهما أو منها أربع سنوات وإذا أعيد انتخابه في عام 2020 فالحد الأقصى لبقاء ترامب في البيت الأبيض سيكون حتى يناير 2025 لكن ترامب يستمتع مرارا بالمزاح بشأن تمديد إقامته في البيت الأبيض في واشنطن في جولتنا المصورة لهذا اليوم صور متنوعة من مختلف أنحاء العالم توثق عددا من الأحداث الهامة نستعرضها من صحيفات الديلي تيليغراف البريطانية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر فن الكاريكاتير تحول من مجرد تعبير عن لحظة عابرة وعن مزاج شخصي للرسام إلى التعبير عن موقف سياسي معارض أو مؤيد وإلى قول ما تعجز الكلمات عن إصاله مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها في جولتنا اليوم بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشخ الصحافة نلقاكم غدا بإذن الله إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر